حاليا الملف الرئاسي مجمد إلى مرحلة مبعد الأعياد لدى الطوائف كفة بهذا العبارة يختصر مصدر رفيع وسال اطلاع الأجواء خصوصا بعدما علم أن المفهد القطري جاء ليستمدج الأراء حول احتمال ترشيح قائد الجيش العمد جزافعون ما يعني أن اللاعب الإقليمي الفاعل باتجاه لبنان الدوحة وبمباركة من اللاعب الإقليمي الثاني المهتم بالشأن اللبناني القاهرة قد غضى الطرف عن احتمال وصول إسليمين فرنجي إلى سدة الرئاسة ويضيف المصدر أن حظوظ وصول عون أيضا صعبة ولا تبدو طريق أمامه معبدة وصحيح أن عددا من اللاعبين الإقليميين والدوليين لا يمانعون من وصوله لكن هناك تأكيد أنه ليس الإسم المطروح الأوحد والوحيد لديها وهناك سلة من الأسماء التي يمكن توافق عليها والتي قد يكون هناك موافقة حولها أضف إلى ذلك وبحسب المصدر ما هو أهم هو أن عددا لا يستهن به من الأطراف الداخليين لا يؤيدون وصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة ومنهم التيار الوطني الحر وحركة أمل وهنا يضيف المصدر أنه بعد خروج إسليمين فرنجي من حلبة المنافسة لن يكون حزب الله بصدد أن يبقي على التوتر قائما بينه وبين رئيس التيار النائب جبران باسيل وبالتالي هو أيضا لن يكون مؤيدا لوصول عون وكذلك يشير المصدر إلى الموقف الذي صدر عن رئيس القوات سامير جعجع بعد زيارة المفد القطري المستطلع لبوانتاج أولي لحظوظ جوزيف عون إليه حيث تحدث عن ما يقوله الدستور في هذه الحالة وبالتالي هذا الأمر هو دليل على أن جعجع ضمنا غير مؤيد لوصول عون بحسب ما يرصد المصدر وبعد هذا تعود الأسماء غير المحسوبة على أي فريق إلى البروز وهنا يذكر المصدر اسمين اثنين من الممكن أن يشكل أرضية مشتركة ممكن انتلاق منها للمناء على بعض الإيجابيات في الملف الرئاسي